اللاعبة اللي بنلعبق مش اللاعبة انحن بنشرق بعضين يعني انا باسحب كرت أستاذ أحمد باسحب كرت أستاذ هاني العناوين اللي هنا دي بتاعد أستاذ احمد جلال مش هانopod ly كتبها العناوين اللي هنا دي بتاعد استاذ هاني يا أص�� ناخد واحد واحد كده وخبر وخبر ولما انا غشيت كده ايه يعني واسعا عملت كده قبل ما اخش على هوا players شوية أخبار جامدة جد فنبدأ اول واحد Ghatmall Moustofa دعني العين. مصطفى كتب في البيو بتاعه على الانستجرام انه هو يعني رايح نادي جديد. وشال انه هو لقى في نادي امبي. الناس اتجهت الى الزمالك. وفقا لست ايمان الشريعي رئيس نادي امبي. ان الاهلي اغلق الباب المفاوضات. هو قال لا انا مش عارف ليه. طبعا هو عارف ليه. لان المبلغ يعني حصل فيه مغالاة. فالاهلي اغلق الباب. وقال لا انا هكتفي بالاجنحة اللي عندي. بعد التعاقد مع السابق. ف اتقلن الزمالك موجود في الصورة. الزمالك عشان يطرح. لا اللي هم قالوا. طبع احنا طلبنا من الاهلي مش عارف 25 مليون جنيه. طب حنطلب من الزمالك نفس الرقم. فالزمالك مش هيدفع الارقام دي. يعني الزمالك فيش فكرة نوه يدفع حتى 15 مليون مش هيدفع الارقام دي. لحد دلوقتي من داخل مصر. طب بالتالي اصبح الكلام هو شال البايون هو في امبي. رايح فين? الاغلب في خلال ساعات هيتم اعلان انتقاله للنادي المصري. المصري. اه. اصلا. فهو كده مصطفى شعربي. الفاجئة دي اه. ناس قارت ان هو رايح سراميك البطرة. انا تأكدت يا قلن هو مش رايح سراميك البطرة. فخلاص دي مقفولة. فبس فهو الكلام دلوقتي عالنادي المصري. النادي المصري.